موسيقى اليوم سنبدأ على الدرس في الفوكاليزاسيون أو بواندوو أو البواندوو وهو واحد الدرس يهضر على الرؤية التي تكون عند الناراتور أو الراوي لذلك يكون يحكي قصة فأول شيء يجب أن أعطيك مثال لذلك يتعود شيء قصة سوى صاحبك أو شيء واحد كتعرفه فاش كتعود لي على القصة سوى كتعودها وانت عارف الاخرين باش يحسوا يعني عندك واحد المعرفة الشاملة عليهم أو لا كتكون انت والشخصيات اللي كتدوي عليهم لذلك صاحبك عندكم نفس المعرفة يعني نفس المعرفة اللي عارفها انت هي اللي عارفينها هما أولا هما كيكون عندهم شي حاجة اللي ما عرفتي هاش انت فالا فوكاليزاسيون أو point de vue كتعني الكاميرا الكاميرا دي القصة نقدر نشرحة بطل المعنى هادا الكاميرا دي القصة يعني كيفاش كتشاف ديك القصة من هاداك اللي حكاها اللي هو الراوي اللي فتاردنا انه انتا اللي فتاردنا اللي فتاردنا اللي فتاردنا اللي فتاردنا كين المواد بربعة والدروس كاملين ديال المواد بربعة تربية اسلامية والاجتماعيات والعربية والفرنسية بتامان بسيط مقارنة مع الكورس وشنو فيه من اللي كتدفع كيدخلك المكلف بالإيميل ديالك الابليكاسيون اللي فيها الكورس وكتستفد من جميع الفيديوهات فالكورس عبارة على فيديوهات اللي شرح فيها الدروس والمنهجيات وطريقة الإجابة وشرح الروايات والعديد العديد من الأشياء والمصائح اللي حطم في الكورس ما تضيعش هاد الكورس حيث غادي نفعك بزاف الجهوي كورس متعوب عليه وغادي يعطيك العصارة ديال المواد بربعة ديال الجهوي وهاد الكورس كاذو من هاد القناة تواصل مع المكلف وخد الكورس وتمتع معانا بهاد العام الدراسي الفوكاليزاسيون زيغو هي من اللي كيكون راوي عارف كتر من البرسوناج او لا تشوف كتر من البرسوناج تشوف من الفوق بحل شي كاميرا شد البرسوناج من الفوق وفي هذا المثال اللي حطيت اللي تشوف باللي انه تدوي على الأب غوريو وتدوي على المادام كوتور يعني فاش كتكون كتدوي على الشخصيات ونتعرف عليهم كتر منهم ففي هاد الحالة في كيكون لناغاتر يعني اكتر معرفة من البرسوناج وهاده اللي كتسمه لفوكاليزاسيون زيغو ندجل لفوكاليزاسيون التانية اللي هي لفوكاليزاسيون انترن وفي هاده لفوكاليزاسيون هاده الرؤية هاده كيكون لناغاتر يعني متساوي مع البرسوناج تكون هو النت الشخصيات اللي كيدوي عليها بحل شي واحد يدوي على راسه بحل انت إلدويت على راسك ركتدير لفوكاليزاسيون انترن يعني كتدوي مل داخل ديالك انت وشخصيات اللي كتدوي عليها عندكم نفس المعرفة يعني فاش كتدوي على راسك سكيفي فوكاليزاسيون انترن يعني الناراتر سغلس دون لابدن персонаж بورداني سيبوان ديالك فرقبسي ديالك وانترن انترن انترن سيبوناج يعني الراوي كيكون عنده واحد المعرفة بحالها بحال البرسوناج اللي كيدوي عليها وخصوصا انكتكون فاش كتكون كدوي على راسكالي إنكتكون كدوي على ذاك البرسوناج اللي هو انتا وانتا ويا عندكم نفس المعرفة دونك نفس الافكار او اللي فاش كتكون كدوي على شئ البرسوناج اللي كتكون يعني قريب ليه بزاف وليه ببوحده بحال متالا شي واحد يدوي على صاحبه فاش خرجوا في واحد الخرجة وطلقى ليهم ابو نملة او الوحش الغابة ايه متالا فكيكون هوا وياها عندهم نفس المعرفة وهكذا يعني كتكون هاد الافوكاليزاسيون انترن سكفي البرسوناج ايقال اكستيريور يعني تكون واحد الملاحد اللي خارجي وما كيكونش عارف كتكونش عنده المعرفة كاملة بذاك البرسوناج بحال متالا انت يقول لك شي واحد كاريم كان مقلق الصباح ولكن ما تقول لكش عالش كان مقلق حيثش كاريم هو فايت المعرفة ديال هاد الوناغاتور اللي كي يهضر معك فايت المعرفة وعارف هو عالش مقلق ولكن الوناغاتور عارف كاريم على انه رائه مقلق ولكن ما عارفش عالش مقلق فهنا تكون الوناغاتور ملاحد لخارجي ماشي داخلي وما عارفش كلش على البرسوناج البرسوناج مقال لكش عالش هاء اصلير كان مقاله ستكون بحال التفاش واللبس لا يمكن المعرفة على ذلك الشخصية التي يهدر عليها لا يعطي الأسباب لها مثلا فرحانة لها مقلقة لها كنترها لها كوك لها ضحكات فهي يكون الغموض في هذه الفوكاليزازيون حيث الناراتور يدوي من واحد الجانب الذي لا يوجد معرفة شاملة بالبرسوناج فهي يكون البرسوناج كثير من الناراتور معرفة في هذه الحالة هذا هو الترس الفوكاليزازيون هناك 3 محاولة الفوكاليزازيون 0 الفوكاليزازيون intern و الفوكاليزازيون extern 0 لدينا أن يكون الناراتور معرفة شاملة كبار من البرسوناج في المعرفة الفوكاليزازيون intern يكون الناراتور هو والبرسوناج عندهم نفس المعرفة والفوكاليزازيون اكسترن اللي هي بالسنينة كيكون البرسوناج هو اللي فايت لوناغاتور في هذيك المعرفة وهذا الترس هادارة كيدوي بشكل اخص على المعرفة وعلى البواند فيو الرؤية ديال الناغاتور البرسوناج من خلال النصوص او الروايات او الحوايج اللي كيتخدموا فيهم هذي البواند فيو وليت كيتفرج في الافلام باش نزيد نصرح لكتر البواند فيو مثلا كتعرفوا الفيلم ديال دارك نايت ديال باطمان فكنعرفوا ان الجوكر شيرير ولكن ما كنعرفوش ان كيفاش الجوكر تولى شيرير تجدك الفيلم ديال الجوكر في 2019 ودوى من واحد الزاوية ديال الشوفة من واحد الزاوية ديال ديال الجوكر كيفاش تولى الجوكر فهد الدرس هدك يدوى على هد البلان هده ديال الزاوية ديال الراوي او هدك اللي كيحكي من اي نوع زاوية شاف فهده هو البلان وشكرا لكم على الاستماع انتلاقا في الدرس الجاي الى اللقاء اشتركوا في القناة